في قائمة الدول الأكثر خطورة على الأطفال في العالم تقع اليمن البلد الذي يحتمل أن يفقد جيلاً بأكمله والسبب الجوع وسوء تغذية في اليمن حيث الأزمة الإنسانية تعد بأنها الأسوأ في العالم حسب توصيف الأمم المتحدة التي كررت مراراً خطر المجاعة على نطاق واسع فنحو 24 مليون يمنياً يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية خاصة مع صعوبة وصول الغذاء للسكان أمر دفع الأمم المتحدة مجدداً للإعلان عن عقد اجتماع دولي لمواجهة الأزمة الإنسانية الاجتماع الذي وصف بأنه رفيع المستوى يزمع عقده في الـ 26 من الشهر الجاري بجنيف بمشاركة سويسرا والسويد وبحسب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق فإن جميع الدول الأعظام في الأمم المتحدة مدعوة للمشاركة أيضاً وقادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة ومؤسسات تمويل التنمية ووكالات الأمم المتحدة والصناديق والبرامج بهدف حجد الدعم اللازم لتمويل خطط الاستجابة والإغاثة في البلاد وفي بلد تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية مع كل يوم من عمر الحرب حتى متى ستدار الأزمة بدلاً من إنهائها